مدي الفني السابق او الاصبك بقى للنادي الالى عشان فيه واحد في النص اللي هو سوارش اسم كبير في الكرة المصرية حقق نجاحات عظيمة مع النادي الاهلي موسيماني مدارب الجنوب افريقيا دخل واخد بالك بقى من الكلمات اللي اقولها دي خد بالك في الحاجات اللي زي دي بقى بقى ضقيق جدا دخل في اهتمامات بعض مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه كخليفة لجزولدو فريرة دخل اهتمام بعض مسؤولي نادي الزمالك معناها ايه؟ معناها انه لسه نادي الزمالك مش واخد قرار في موسيماني الزمالك لما يتحدث مع موسيماني الزمالك ما قالش اكيد هنجيب موسيماني حتى في اجتماعات مفيش مفيش حاجة بس في بعض المسؤولين جوا نادي الزمالك قالوا ما نجيب موسيماني التراح اسم ده الخبر ده الخبر اللي جلنا وعرفناه من أحد مسؤولي نادي الزمالك طيب مسماني بقى نفسه هل ممكن يجي نادي الزمالك؟ الله أعلم معرفش وممكن يبقى فيه عرض وطلب وفيه مفاوضات وفيه أمور مالية فممكن مسماني يجي نادي الزمالك معرفش معرفش هو بقى هيجي نادي الزمالك وكان بيدرب الأهل أتصور أنا شخصية مسماني ممكن تخليه يجي عادي تحديدا بسبب زوجته اللي بتتعامل بأمور مالية أكتر منها أمور معنوية وتاريخه معنوية ممكن ممكن زوجته اللي هي وكية أعماله بس الحاجة اللي أنا أفاهمها أنه مسماني ماشي بشكل جيد مع أهل جدة السعودي بدورة درجة تانية هناك متصدر المجموعة أو متصدر الدورة هناك فما أعتقدش أنه ممكن يسيب نادي هو ماشي معاه كويس مش متأكد بس أنا بقول لكم الخبر اللي جن أنه ليه لأ مسماني يجي ضرب الزمالك شفت أنا الضقيق إزاي كان سهل جدا أقول لك إيه مسماني أقترب من تدريب نادي الزمالك ما بحيبش أنا بقى الأخبار اللي هي من نوعية إيه فرق عوجري دي ما عاملهاش كده بس أقول لك برضو اللي عندي يعني ما شلش المعلومة عندي وأخبيها أقول عشان ما تزعلش مني لأ أنا أقول لك المعلومة بس بدقة بحضوضها كمان يعني بحضوضها كمان كradas